كيلو لحمة كندوز مكعبات اي حاجة مناسبة للسلق تنفع موس تنفع سن تنفع يعيب راحتكو اللي انتو بتحبو تسلقوه عندنا بصلة ربعة وطمطماية ربعة جزر شرايح واربع اعوات كرفس فرونسوي خمس اعوات بقدونس خمس اعوات كوزبرة سمنة معلقتين صغيرين من السكر ستة حبات من المستكة الصحيحة ممكن يبقى اقل لو كبار اربع ورقات من اللورة تمن فصوص من الحبهان معلقة كبيرة من حبوب الفلفل الابيض معلقة كبيرة من حبوب الفلفل الاسود وملح عشان نعمل الرز محتاجين اربع كبايات من الرز المصري اربع كبايات من المرأة سمنة واربع فصوص من الحبهان الصحيح اربع حبات من المستكة الصحيحة ورقتين من اللورة وملح خلونا نبدأ في الرز واللحمة وبعد كده نبقى نرجع لمقادير الصلصة والتقلية يلا بينا اللحمة هجيب حل الضغط انا بجيب حل الضغط مش لاني لازم حل الضغط لانها هتنجزلي في الوقت فلو حضراتكو تحبين تنجزوا في الوقت حلت الضغط هتكون طريقة لطيفة لو معاكو الوقت براحتكو خلاص حل عادية انا هعلي عليها النار فتحنا الضغط وهحط فيها شوية سمنة خلوني اجيب سباتشولا ومع السمنة على طول هنحط المستكا المستكا بتدوب مع السمنة فانا عايزاها تدوب في الحرارة معاها كويس فحطها من الاول شوية سمنة كده صغيرين على قد بس ايه حمرولي او يشوحولي اللحمة هحط معاهم المستكا ادي المستكا وحسيب الاثنين كده يسخنوا ويسيحوا مع بعض استنيين يا جماعة الحلة تسخن المستكا تسيح السمنة تسخن معاهم وضروري جدا ان الحلة تكون سخنة مش لازم تكون سخنة مولعة بس برضو ما ينفعش تكون بردة علشان احنا عايزين ندي اللحمة تشويحة والطريقة اللي احنا بنعملها دي تضمن لكم مية في المية ان بإذن الله مفيش اي زفارة في اللحمة المسلوقة بتاعتكم تعالوا نحط الرز بالمرة كمان انا عم بلا فكر فين جيب حلة على قد الرز يلا بينا نعلي عليها النار برضو حط شوية سمنة تسخن على قد الرز والرز بتاع الفتة سمنته بقى ايه يعني تتوسط بها شوية كده عشان يبقى بلامع كده وجميل وهنا عندنا المستكا دابت في السمنة ونقدر نجيب اللحمة ننزلها انا ما بحبش قطع اللحمة الكبيرة قوي شخصيا يعني بفضل ان هي تكون متوسطة الحجم وده الحجم اللي انا مستخدميه دلوقتي وعندي هنا السمنة بتاعت الرز برضو بتسخن وححط معاها حباية مستكا انا هحط حباية واحدة لقى 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 حبات المستكا كبيرة قوي فحكتفي بواحدة بس ومستنيها برضو تضب في السمنة اللحمة هنا التشويحة دي مع السمنة بتشيل منها اي زفارة يا جماعة مش لازم تتحمر ولا تاخد لون احنا بس عايزينها تاخد تقليبة كده في السمنة فين المناديل اهي وتعالوا كده واحنا شغالين نشوف الرز اخباره ايه ناسا يبا اللحمة تاخد التشويحة السريعة بتاعتها الرز هنا المستكا سيحت برضو في السمنة اهي هحط ورق اللورة وهحط الحبهن هديهم بس دقيقة كده في الحرارة يطلقوا طعمهم وحاجي هنا مع اللحمة هحط الجزر والبصل والصماطم دي بقى المناسهات اللي بتخلي المرأة بتاعتي تبقى ريئة وجميلة والطريقة دي يا جماعة بتدينا مرأة ملهاش حل بصراحة تقديبة سريعة وحاخد الكرفس كمان هكسروا كده حيطة كبيرة كلك حاجة تبقى كبيرة مش لازم تغير خالص وادي اعواد البقدون سول كسبارة كمان وحاجي بالمية السخنة انزل على الكلام الجميل ده كله يلا بني الله رحمه الله رحمه الله نلاحظين حاجة مهمة انا لا ضفت توابل ولا ضفت اي حاجة خالص حتى الملح التوابل كلها صحيحة ومش هضفها دلوقتي خالص ليه؟ لان انا مستنيه اشوف المرأة دي هتطلع لي ريم ولا لا بعد ما اطلع الريم واشيله اقدر اضيف التوابل عشان انا لو شاد لو حطت التوابل من الاول اللي هيحصل ان لما المرأة اطلع ريم حاجة اشيل الريم هقوم اطلع التوابل ده لو طلعت هيا الطريقة دي بتطلع ريم قليل جدا انا عايزة ازود ميا بس حلوة قوي كده وحغطي عليها لسه مش هقفل حالة الضغط دلوقتي انا هغطي بس لحد ما تغلي وبعد كده هبقى ايه؟ اقفل على حالة الضغط كويس واسبها بقى البخار يجمع تحت انا مغطية كده تغطية عادية لحد بس ما تغلي وارفع واشيل اللي انا عايزة طيب عندي هنا احط الرز واقلب مع السمنة والمرأة اطينا الرز في السمنة اللي دابت فيها المستكة ومعها الحبهان ومعها ورق اللورة وبيتقلب الرز كده تقلبتين تلاتة بس ايه؟ يشرب من طعم السمنة وياخد تشويحة بسيطة معها وانا بغلي هنا مية حشال المية المغلية خدتها كلها للشربة وحضفها انا كل ده معلية النار ومغطية على اللحمة علشان بس تغلي واول ما تغلي هابدأ اضيف الحاجات التانية بقى احنا لحد الوقت يضيفين الخضار بس مع اللحمة وشوحنا في السمنة والمستكة الخطوات اللي بتشلنا الزفارة تعالوا بقى نقول مقدير الصلصة عشان نعملها برضو واحنا واقفين ومقدير الصلصة هتكون كالتالي صلصة خلوطوم طبعا دي فتة هنحتاج 10 فصوص من التوم و3 كبايات من عصير الطماطم معلقة كبيرة من الصلصة ونص كباية من الخل وكباية من المرأة معلقتين صغيرين من السكر ورقتين من اللورة معلقة كبيرة من الكزبارة النشفة ربع معلقة صغيرة من الحبهان الباودر ونص معلقة صغيرة من الكمون رشة جسط الطيب وملح وفلفل اسود وحنبدأ نشتغل في الصلصة عايزين بس نخط حلة على النار يلا بينا هعلي عليها والرزة دي له تقليبة بتفرق قوي التقليبة دي مع السمنة مع قف الرز انا شايفة ان كده حلوة قوي ممكن نيجي نسقيه بالمرأة موسيقى 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 لازم بس التوم ياخد كده لون اشقر خفيف اشقر مش غامق والكزبارة نفس اللون معين وتعالوا كده عبال ما احنا نستنى ده يحصل نقول كمان مقادير التقلية تقلية الخل والتوم هتكون عبارة عن 8 فصوص من التوم المفروم نص كوباية من الخل وكوبايتين من المرأة ومعلاقة كبيرة من الكزبارة النشفة وطبعا دي التقلية اللي بنحطها على وش الفتة ويعني انا بالنسبالي دي مهمة واساسية جدا التوم هنا هو بيتشوح بياخد اللون الدهبي مع السمنة والكزبارة واعتقد ان احنا نقدر دلوقتي بالخلة هو ننزل عليه نطلق الشهق ده للملوخية نطف فيه لأ هنحط السلسة وانا هحط ورق اللورة كمان عايزة كل الحاجات دي تغلي قبل ما وضيف الطماطم وححط كمان بقية التوابل عندي شوية حبهان شوية كمون ادي الكمون ادي رشط حبهان هقلب كل ده بس كده حلوة قوي جاهزة لاستقبال المرأة والطماطم وكل حاجة ناخد المرأة يعني حنشي عشان خلاص هتفك كالمعتاد يعني يالا المرأة وعصير الطماطم والسكر اللي هيزبط لنا بقى ايه المزازة بتاعت الطماطم ادي شوية السكر دور اللي بيخلولنا الصلصة تزبط وحقلب كل ده واسيب الصلصة تغلي الرز اخباره ايه اه بصوا على وشك انه يشرب كل ميته فانا هقوم موطيه عليه النار واسيبه بقى يكمل سوا على البخار عندنا ايه تاني عايزين نعمله مش فاهم ماشي كده عندنا الرز لا مبقلبوش خالص لا لا بيقول لي مونتي انت مش من الناس اللي بتقلب الرز كتير انا مبقلبوش خالص الحقيقة وده بيحفظ عليه ما يعجنش وما يكسرش بديله بس تقليبة في الاخر الصلصة على النار الرز على النار هنعمل بس حاجة واحدة هنبص هنا على الماء اسمها ايه اللحمة اللي بتتسلق اللحمة اللي بتتسلق وحنيجي نشوف لو في اي ريم نشيله في شوية يعني ريم بساط جدا على الوش هنشيلهم ويبقى عندنا مرأة صافية جميلة نقدر بقى نحط لها دلوقتي التوابل عشان كده خلاص احنا ضمنين انه وانا بطلع على الريم مش هقوم وطلع على التوابل بالغلط هتوقفل بقى حلة الضغط وهسيب الضغط يعمل مفعول ويدوب لي اللحمة دي خليها كده ايه زبدة نقلب تقليبة وحاجة دلوقتي اضيف كل التوابل الصحيحة الحبهان واللورة حبوب الفلفل الابيض وليها مفعول السحر في النهاية تشيل زفارة اي لحمة على فكرة حبوب الفلفل الاسود وشوية السكر طبعا انتم ملاحظين حاجة ان احنا مش مستخدمين اي توابل مطحونة خالص وما حطناش ملح خالص برضو علشان اللحمة تستوي براحتها وبعد كده في الاخر هنملح التوابل لما بتكون صحيحة بتخلي المرأة رايقة جدا وبتخلي النكهة اقوى بكتير فده اللي احنا عملنا النهاردة هنغطي بقى عليها ونقفل حلط الضغط كويس قوي ونسيبها تعيش بيستوي زي الفل جميل جدا رحت وتحفى طبعا من اللورة والمستكة والحبهان وحاجة اخر جميل ودي كمان الصلصة بتاعة الخل والتوم هفتح انا كنت مغطية عليها هتغلي شوية هفتح بقى عليها عشان تتقل تتكسف شوية صلصة بتغلي وانا بسيبها هتتقل شوية جماعة وتتكسف ما بحبهاش خفيفة قوي كده فبسيبها على النار تاخد تسبيكتها وتتقل حطينا شوية سامنا حلوين في الحلة دلوقتي بنعمل الدقة اللي هي او التقلية اللي هي بتبقى زي كده صوس فاتح حطيت معاها التوم وهحط معاها برضو الكزبرة بنفس التكنيك بالزبط ايدي الكزبرة مع التوم مع السامنة وسايباهم يتقلوا مع بعض ويروحوا لللون الدهبي الاشقر الفاتح اللي احنا عارفينه ايدي كده اول حاجة والرز هنا برضو تمام جدا ممكن نشيله هنعمل اجمع بقى كل شايفين الزحمة يا ربي هنا التوم اخد اللون الاشقر مع الكزبرة هنطفيه بالخل بالشكل ده وبعد ما انطفيه بالخل بنضف له المرأة ونسيبهم يغلوا مع بعض كويس جدا يعملوا التقلية الفاتحة بتاعة الفاتحة البلد العادية بتاعتنا عيش محمص في السنة الرز اللي عملناه في الحلقة مع بعض حاجة بقى انا بحب بدي مغرافة مرأة للرز كده وبعد كده طبعا الصلصة الصلصة ايدي الصلصة اديها تقليبة تسبكت حلوة قوي ونحطها على الوش وحاجة حط اللحمة المسلوقة كمان على الوش لحمة المسلوقة موجودة هنا هنا انا مستخدمة لحمة كده ايه سمينة وملزلزة تتناسب مع العيد ومزاج العيد لكن طبعا تقدروا تستخدموا اللي انتم عايزينه ما فيش مشكلة خالص لحمة ملبسة كده بتخلي المرأة بصراحة طحفة وانتم كمان هتتبسطوا اكتر في اكلها الا بقى لو حد ايه زوقوا حاجة تانية يعمل اللي على زوقه طبعا المهم تكون لحمة مناسبة للسلق فيه ناس بتسلق في لتو مثلا ببقى حاية حاجة دي للشاو يا جماعة وقطع غالية ما بنسلقهاش القطع الاقل ايه ممكن تكون محتاجة شوية سوا كمان والله يا مونتي مش متأكدة احنا عاملناها بلا حالة الضغط بس ممكن تكون ايه لا تصدق مستوية مم مستوية اه مستوية ما هي سخنة انا مش عارفة امسكها خالص اه مش عوطاني حالة الضغط بتنجز بصراحة يا جماعة في السلق طبعا دي لو كانت في حالة عادية كان استحالة تقرب حتى من السوا فيه لسه لحمة اهي فيه حتة حتة بس كده وحاجة على الوش هحط سلسة تاني بتقلقوش ده لازم دي حبيبي ده لسه كمان ايه بقى؟ رشة الدقة دقة دقة تخليه توم يلا بينا مظرافة دقة كده محترمة ونسقي بيها العيش واللحمة وكل حاجة ودي كده يا جماعة طبق فتة محك الكوش بقى محك الكوش شوية مكسرات على الوش وممكن من غير خالص مفيش مشكلة احنا جرت العادة يعني في عقلتنا ان احنا بنحطها على الفتة شوية مكسرات لكن المعتاد ان ما بيتحطش ايه دي طبق الفتة البلد التقليدية بتاعتنا التحفة اشتركوا في القناة